لا نكفر أحداً من المسلمين بالذنوب ونصلي على من يقول لا إله إلا الله ونصلي خلف من قال لا إله إلا الله مدام وحد على التوحيد فإنا نصلي عليه ولا نخرجه من دائرة الإسلام الإمام أبو حنيفة يقول الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ولا تنتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكفر الناس بالذنوب يعني هو يرد على الخوارج وعلى الروافض الذين خرجوا على الصحابة وخرجوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا يسبون صحابة رسول الله أو يكفرون الصحابة ويكفرون المسلمين فيقول الجماعة أن تفضل الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ولا تنتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكفر الناس بالذنوب أهل السنة والجماعة لا يكفرون الناس بالذنوب وإنما المسلم إذا ارتكب كبيرة فهو مسلم ومؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته لا نكفره ولا نخرجه من دائرة الإسلام وإذا مات وهو مصر على الكبير إن تاب تاب الله عليه قبل موته لأن من تاب تاب الله عليه بشروط التوبة المعروفة لكن إن مات وهو يمارس هذه الكبائر وعليه كبائر فهل نقول في النار كما يقول الخوارج والمعتزلة وغيرهم أو نخرجه من الإسلام أو نقول لا مؤمن ولا كافر هذا كل مخالفة لأهل السنة والجماعة نقول هو مسلم ومؤمن بإيمانه لو مات نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندعو له لأنه مسلم ما خرج عن دائرة الإسلام ولو ارتكب أكبر كبيرة القتل أو الزنا أو السرقة أو كل مال اليتيم أو أكل الربا أو غيرها من كبائر الذنوب معدى الشرك فإن هذا إذا مات وهو مرتكب لكبيرة من الكبائر فإنه تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه بقدر ذنبه فالإمام أبو حنيفة يقول لا نكفر المسلمين بذنوبهم لا نكفر أحدا من المسلمين بالذنوب ونصلي على من يقول لا إله إلا الله ونصلي خلف من قال لا إله إلا الله مدام وحد على التوحيد فإن نصلي عليه ولا نخرجه من دائرة الإسلام لأنه لم ينقذ توحيده هذا قول الإمام أبو حنيفة ترجمة نانسي قنقر